ايه اللي بيسندك؟ واحد بيسنده ذاته وده خطأ واحد بيسنده البشر وده خطأ واحد بيسنده المال وده خطأ اول حاجة الاتكال على الذات الاتكال على الذات يعني انسان حاطت كل ثقته في ذهنه في فكره في علمه في معرفته فقط وبيتكل على عقله وربما من خلال العقل بيقول ما فيش إله آخر أنا إلهي عقلي يمكن أشهر نموذج للناس دي الملحدين اللي بيعف المشكلة ده هي أنا عقلي هو اللي بفكر وعقلي هو الإله بتاعي مش عايز حد تاني والإنسان اللي بيتكل على فكره أو عقله الحقيقة بيفتح باب واسع جدا للشيطان انه يدخل ويبتدي هو يبقى لعبة في ايد الشيطان بأفكار بقى يحط في ذهنه أفكار خاطئة يبتدي يغير حاجات في فكره ويعدل في فكره بقى لعبة خلاص هو الاتكال على العقل أو ذات الإنسان يفتح الباب للشيطان انه يبتدي بقى لعبة يمكن من أنواع الاتكال الخاطئ على الذات هو اتكال الإنسان على العاطفة أو على الوجدان الداخلي بتاعه يقول لنا في سفر الأمثال المتكل على قلبه هو جاهل والسالك بحكمة هو ينجو دي في أمثال 28 يمكن الحكاية دية بتبقى قريبة من الإنسان لما بيكون بداخل في مشروع زواج ويكون في ارتباط من ناحية العاطفة بس مفيش عقل مفيش حكمة زي بنت مثلا تكون عايزة ترتبط عاطفيا بشخص وتتعلق بيه وتوافع على الجواز بيه فقط من ناحية العاطفة و لما نجي نقول ان في العقل لازم يفكر ونقول ان في مشهورة لازم ناخدها أو ناخد رأي الأسرة أو رأي الكبار أو رأي آخرين تظهر المشاكل والاتكال على العاطفة فقط يستمر فترة قصيرة ويضيع الإنسان بعد كده وتيجي تقول هي بنفسها ياريتني ما عملت كده ياريتني ما وفقت على كده ياريتني ما فكرت كده شكل من أشكال الاتكال لازم الإنسان يبقى متوازن لأن الله عطاه عقل وعطاه فكر وعطاه قلب بعاطفة ووجدان وعطاه كمان إيمان فالتركيبة دي لما تبقى ويا بعضها لما يجي أخد قرار الحياة ميبقاش إتكال فقط على فكر أو ذات الإنسان في واحد كمان يتكل على قوته القوة الاتكال على قوته ويمكن ده كان أقرب أو أكبر مثال لكده داود وجليات كلنا فكرين أن جليات اللي كان بيفتخر بقوته ويعير صفوف الله الحي ويفتخر بالقوة الجسدية اللي موجودة عنده واتكاله على قوته دهيت وواقف وحاسس بنفسه أن هو يستطيع أن يفعل كل شيء ويوم ما ينادي بأعلى صوت ويعاير صفوف شعب الله ويجي داود داود صغير وليل وحتى اللبس التقيل ده ما نفعش وياه ويجينوا لو إياه سيف ولو إياه أي حاجة حتى القوة الجسدية بتاعته ضعيفة خالص ويمكن بتشوفوا الصور لما بترسم جريات كبير واقف على جبل وعالي وصاحبنا داود صغير خالص وياه مقلاع نبلة وزلطات خمسة ويعني ما هيش أسلحة حرب أبدا ويقول لنا كده جليات يتاكل على قوته وداود يتاكل على الله ويقول عبارته المشهورة أنت تأتي إلي بسيف ورمح وبترس اللي هما منظرك بيوصفه يعني بشرحه وأنا أأتي إليك باسم رب الجنود تا فين اسم رب الجنود دا في قلبي ومش متكل على قوتي ولا على فكري ولا على إمكانياتي خالص أنا متكل نوايا حاجة أكبر إيماني بشخص الله اللي ينصرني ومن خلال الزلطات الصغيرة دا هيت يجي في نقطة صغيرة المكشوفة في جبهة جليات ويموت جليات وينتصر داود تعال ناخد صورة تانية من صور الاتكال الخاطئ إنه الاتكال على البشر بقى أنا عرف فلان وعرف علان في الكتاب في مزمير في مزمور 118 فيه آية جميلة قوي بتقول الاحتماء بالرب خير من الاتكال على إنسان الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء دا بيفكرني بالآية التانية اسم الرب برج حصين يعني زي ما أحياني يبقى فيه كده حسن أو قلعة والإنسان يخش فيها يحتمي حسن اسم الرب هو حسن اسم ربنا هو حسن حوالي الإنسان عشان كده مثلا من الحاجات الجميلة في التقاليد الكنسية الصلاة القصيرة الصلاة اللي نصليها يقول يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ مجرد ذكر اسم الرب هو يكون حسن حوالي الإنسان علامة الصليب تكون حسن حوالي الإنسان وهي وسيلة الاتكال عليه الاتكال على البشر اللي هو إن الإنسان ناسي إن الله له دخل في الأمور وإنه بيرتب الأمور وإنه كل الأشياء تعمل معنا للخير للذين يحبون الله هم السبع ربنا من القصة ده على رأي أرمية النبي يقول ملعون الرجل الذي يتكل على إنسان ويجعل البشر زراعه وعن الرب يحيت قلبه دي في أرمية سبعة عشر يا أه خد بالك من الحكاية ده هي ده أحيان إحنا الواحدي بقى عنده أي عمل وبقى يقول يا سلام ربنا سهله بطريقة ما كانتش على البال خارس أو مشاه مشى العمل يعني صورة ثالثة من صور الاتكال الخاطئ إن الإنسان يتكل على المال وعلى رأي الكتاب وزا ما علمنا ربنا يسوع المسيح لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين إما الله وإما المال كأنه جعل المال كأنه إله يتكل على المال يقول لنا كده في سفر الأمثال من يتكل على غناه يسقط في فرق بين المال ومحبة المال المال ده نعمة من عند ربنا نعمة بتيسر حياتنا وبتسهل طريقنا وتخلينا نعمل متطلبات الحياة ومشروعات الحياة شيء طبيعي عاني سموه عصب الحياة باللغة الاقتصاد يعني لكن محبة المال يقرر الكتاب أنها أصل لكل الشرور ويمكن ده اللي احنا بنشوفه في الصراعات والنزاعات والحروب اللي بيتم على مستوى العالم كله فيه نزاعات شديدة طبعا يترى المال هو خادمك أم سيدك ويمكن أقرب مثال نقدر ناخده لنا مثال الشاب الغاني الشاب الغاني شاب يعني عنده الحيوية وعنده المال شيء كويس خالص طيب ولما قابل المسيح يقول لنا كده جسع على ركبتين يا رجل مؤدب خالص وقال السؤال الجميع ماذا أفعل لقرس الحياة الأبدية كويس؟ والمسيح يقول له احفظ الوصاية وقال له حفظتها منذ حدثتي وعرفها واحد اثنين ثلاثة قال له طب خلاص لا يعوزك شيء واحد انت خلاص الربط اذهب باع كل مالك والمسيح قالها علشان يجيله على نقطة الضعف الويك بوينت بتاعته اذهب باع كل مالك تخلص من مالك تقدر تقدر يقول لنا الكتاب قال له المسيح اذهب باع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني حاملا الصليب اغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة الأموال مسكة فيه عشان كده بعض الأباء يسموا هذا الغني بدل الشاب الغني يسموه الغني الحزين اغتم ومضى حزينا الاتكاء يا ترى ايه كان نهاية الراجل ده ما نعرفش الخلاصة يا اخوتي ان اتكل على ربنا بإيمانك اتكل على ربنا بالانتظار والصبر اتكل على ربنا وبعد عن الألأ اتكل واشعر كده ان يد الله هي التي تقود وان حياتك ماشية واتكالك يا ربنا ده هو اللي هيفرحك وهو اللي هيتمنك وهو اللي هشيل اي روح تزمر في داخلك لكن الخلاصة الأجمل ان هو اللي هينجحك اتكل على الرب واعرف ان هذا الاتكال هو اللي يجعل حياتك دايما في فرح يقول لنا كده في سفر المزامير انتظارا انتظرت الرب فما لليه وسمع صراخي وكثيرون يرون وخافون ويتوكلون على الرب شكرا